أهلا بك معنا وأشكرك بالتأكيد على تلبية الدعوة أبدأ معك مباشرة بعد الغضب الذي تابعناه في مدينة طرابلس إلى أين ستصر الأمور في لبنان برأيك؟ نحن أولا بموضوع طرابلس نحن ضد أي موضوع تخريبي لأنه نحن طول حياتنا مؤمنين بمسيرة الإنسان مسيرتنا هي الإنسان وإعادة الإعمار هذه مصيرة عمر طول حياتنا مؤمنين فيها وحنتقف فيها ثانيا نحن ضد أي عمليات شغب على الأرض نحن ضدها ولم نقبل فيها أنت تعرف أنه رحمة الله عليه رفيق لما استشهد نحن منقوم بضوط القانون ورجعنا للقانون بمعنى المحاكمة الدولية لنقدر ناخد العدالة فأي موضوع شغب على الأرض نحن هيدا موضوع نحن ضده كلنا طيب هل ترى بأنه يعني ما جرى في طرابلس كان متعمدا كانت هناك جهات ربما تريد إحراق طرابلس استغلال أجواء التوتر والغضب فيها وافتعال ما جرى وصولا إلى إحراق مبنى البلدية يعني بالتفاصيل أنا ما بعرف بهذا الموضوع بس أنه أي عمل تخريبي هو يعني بيكون ضد لبنان وضد كل لبناني بده يعمر بلده فهيدا الموضوع نحن نرفضه كليا كليا التخريب مش ما بوصلنا نتيجة بوصل لتخريب وهيدا شوف النتائج ان حرقة البلدية الخراب العالم فوق الأزمة الاقتصادية اللي نحن فيها وموضوع يعني الكوفيد زادت هلأ يعني طبعا بعصبة الشمال موضوع يعني لما واحد يطلع بلديته محروقة يعني بحس إنه دم الاستقرار صحيح هذا كل شيء موضوع تخريبي نحن ضده كليا ولكن يعني ربما هنا في مشكلة سيد بهاء الحريري ما جرى في طرابلس قد يتكرر في مناطق لبنانية أخرى قد نشهده حتى في العاصمة اللبنانية بيروت وبالتالي يعني ألا ترى بأنه الوضع الآن في لبنان أصبح ربما خارج السيطرة نحن نتمنى على الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية أنه تاخد كل الخطوات اللازمة ضد أي محاولة تخريب بطرابلس أو بأي مدن أخرى هذا موضوع بنسبة لي أنا مرفوض كليا هذه التظاهرات منذ أن بدأت عموما هي التظاهرات الأساس فيها اقتصادي سوء الأوضاع المعيشية ترد واقع الحال انهيار سعر صرف الليرا وبالمقابل الآن لبنان اتفق مع البنك الدولي على قرض لمكافحة الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي برأيك كيف يمكن أن تقيم هذه الخطوة الآن؟ هذه خطوة جيدة نحن نحترم مثل ما بتعافي المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي البنك الدولي هي من أهم المؤسسات تاريخيا اللي ساعدت شعوب وهلأ عملت خطوة إيجابية تجاه الشعب اللبناني نحن نؤمن بقيادة البنك الدولي ونتمنى عليها بس تكون إذا عنا مناي مع أنه أنا متأكد أن هذه الخطوات هي حتكون كتير واسعة أنا كتير واسع أنه هني هيخذوا الخطوات اللازمة لأنه هذا قرض 246 مليون بده يوصل لتقريبا 780 أو 840 ألف لبناني بس نكون أكتر حريصين لو توصل هذا المال للشعب اللبناني اللي محتاج له بطريقة شديدة ربما هذه هي النقطة الأساسية الآن الآن القرض كخطوة أولية كما ذكرت بقيمة 246 مليون ولكن ما هو الضامن لوصول هذا المبلغ لكل محتاجيه لأن هناك الكثير من المؤتمرات المانحة السابقة هناك الكثير من المساعدات السابقة التي قدمت إلى لبنان ولكنها لم تذهب إلى الأشخاص الذين هم فعلا بحاجة إليها نحن من هوني عم نقول أنه نحن نؤمن بالبنك الدولي وبقيادته بنك دولي أقرب عدة عدة دول ونجح بأنه توصل المساعدات للمعنيين علينا نؤمن بقيادة هالمؤسسة وأنا أكثر من أكيد أنه هي حريصة أنه هيدا المال يوصل لشعب اللبناني فنتمنى عليها تكون أكثر من الحريص وأنا أكيد أنه هيدا الدكتورين تبعيطها كمؤسسة ليس بس مؤسسة عالمية ساعدت عدة دول ونجحت بإيصالها للشعوب وحتى ألافت بأن ممثل البنك الدولي عبر عن قلقه من مستوى الفقر الحاصل في لبنان وكثير من الأشخاص يقولون بأنه ما الذي من الممكن أن يقدمه الآن البنك الدولي دون أن تضاف فواتير جديدة إلى لبنان دون أن يتحمل المواطن اللبناني فواتير ربما خلال السنوات القادمة قد تتضح وتظهر أكثر بالنسبة للبناني من هون نحن عم نقول أنه على هيدا مساعدة بين البنك الدولي والشعب اللبناني وكلما هيدا الموضوع يعني البنك الدولي مثل ما بقوله يعني أخذ مبادرة وإن شاء الله غير مؤسسات مثله تكون تأخذ مبادرات وعلى العمل لهيدا الموضوع أنه البنك الدولي وغيره يأخذوا مؤسسات بس لما البنك الدولي يأخذ هاي قرار للشعب اللبناني هيدا بادرة جيدة لأنه لحرصه على الوضع اللي وصل عليه بلبنان فنحن اللي منتمنى أنه هو وغيره يكون طبعا دوره قيادة لتزداد المساعدات بينه وبين الشعب اللبناني طيب في دوء هذه الأزمات التي يعيشها لبنان ونركز تحديدا على الجانب الاقتصادي سوء الأوضاع المعيشية أهمية الحلحلة السياسية الآن أهمية أن تتألف الحكومة وأن يصبح هناك فعلا حكومة لبنانية واضحة ربما قد تكون هي أيضا بداية لحل كل هذه الأزمات أو خطوة أولى نحن بالنسبة لنا نؤمن أنه بدي يكون فيه حكومة عبر للطوائف حكومة التكنقراط بتلبي مطالب اللبنانيين طبعا تعمل الإصلاحات الأساسية للبنان بحاجة ميسلة إلى تكون منفصلة من هذه المنظومة لا تقدر لا توصل لبنان لبر الأمان ممكن ذلك برأيك وخصوصا بأن هناك الآن أيضا توترات ومجادلات نشهدها ما بين الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نعم أنا ما عم بتدخل بهذا الموضوع بس بالنسبة لها الشعب اللبناني كان موقف وجدا واضح هذه منظومة 15 سنة يعني البلد كنا نقول بدنا حنوصل لأزمة مريعة يعني كل المحللين الاقتصاديين بتقول أنه تعدينا أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ العالم 1929 نحن بدنا نعرف شغلة أنه اللبنان لم يتعرض لعقوبات أشخاص تعربوا لعقوبات مش أنه ولا تعرض لعقوبات مشان هيك وصلنا لها الأزمة المريعة اللي نحن فيها اللبنان عنده مقاومات ضخمة فهيدا الفشل تعدى 1929 الموجودين عليهم أن يتحملوا المسؤولية الكاملة على هذا الموضوع نحن مع وجود حكومة تكنقراط لتقدر مدعومة من إخواننا العرب والمجتمع الدولي ليخرج لبنان من الأزمة الحالية اللي نحن فيها ولكن كانت هناك أيضا تصريحات لحسان الدياب تحدثة في وقت سابق بأن هناك قرار دولي بإيقاف المساعدات إلى لبنان بسبب حزب الله ووجود هذه التوترات بين بعض الدول وحزب الله كيف يمكن الآن للحكومة الجديدة أن تتجاوز هذه العقبة يعني أنا نحن مع الإصلاحات الكاملة بس أي حكومة بدأت تكون مكوناتها ضمنها المنظومة أنا بستصعب كثير تقدر تعمل أي إصلاحات يعني بأي طريقة ما بستبد كثير أنا أي حكومة ضمنها المنظومة تقدر تنجح تعمل أي إصلاحات بس هل من الممكن أن يتم تجاوز هذه المنظومة يعني المشكلة في لبنان وأنت بالتأكيد يعني بمتابع لكل هذه التفاصيل من الصعوبة أن يتم التجاوز ولكن الشارع اللبناني أيضا لم يعد قادرا على الاستمرار وأصبح يقولها بالصوت العالي أنا بعرف أن الشعب اللبناني شعب مرأنا أصعب من هك كنا بحرب أهلية كلفتنا 250 ألف ودمار شامل وصمق وصار فيه اتفاق الطائف ووقفت الحرب الأهلية وقعد عجال الأعمار أنا بؤمن بقدرة اللبنانيين للصمود وإيد واحدة ما فيها تزقف بس أنا رأي ضروري طبعا أنه الوضع بده يكون صعب لمدة معينة بس أنا بؤمن أنه تنظيم البيت الداخلي هو الأساسي طبعا لوحدنا ما فينا نعمل مسيرتنا لوحدنا إيد واحدة مثل ما بقوله ما فيها تزقف بدنا المساعدة من إخواننا العرب وطبعا المجتمع الدولي شكرا جزيلا لك من لندن الشيخ بهاء الحريري نجو الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أشكرك على تواجدك معنا شكرا لك شكرا لك